سهلا جميع الاخوة والاخوات الموجودين معنا النهاردة انا سعيد ان انا بقدم لكم المحاضرة النهاردة برعاية شركة ايكوتي جلوبال ماركتز انا معاكم محمد جاهمي محلل ومدير محتوى في مجموعة ايكوتي هنتكلم النهاردة في محاضرتنا عن مؤشر المجد هنفسر ازاي تقدر تستخدم او افضل استخدامات المؤشر اهم المميزات والعيوب بتاعته هنتكلم ان تقدر ازاي تدمجه مع مؤشرات تانية بيكون ان هو يكون وسيلة مساعدة ليك اه تفيدك في الاستراتيجية او الطريقة اللي انت شغال بها وهندي تطبيقات عملية اللي هنشرحه مش نظري بس يعني هنتكلم في التطبيق العملي على برنامج الامتي فورد وهنطبق عمل الكلام اللي احنا هنقوله. اول حاجة هنتكلم النهاردة هي او هدف المحاضرة بتاعتنا النهاردة ايه? احنا النهاردة زي ما قلنا هنتكلم على شرح توضيحي وشرح مفسر لمؤشر المجد. مؤشر المجد ده بنسميه شيخ المؤشرات لما ان هو ليه اهمية كبيرة او ليه وزن اه مهم في التحليل الفني واشاراته بتبقى قوية ومهمة لاغلب المحللين. مؤشر المجد بيقول عليه ان هو مؤشر غير قيادي او من المؤشرات الغير قيادية لان هو بيتبع السعر بمعنى ان هو بيشوف السعر بيعمل ايه وبيديك على اساس حركة السعر بيديك الاشارة بتاعته. فدي فيها بعض العيوب اللي هنتكلم عليها دلوقتي وازاي نقدر نتلاشى هذه العيوب. هنتكلم برضو على تطبيقات عملية والرسم زي ما قلنا من شوية. وهنشوف ازاي المحللين الفنيين بيقدروا يستخدموه وازاي تقدر تاخد القرار بتاعك عليه في الدخول في الاسواق عموما. اول حاجة هنتكلم عليها نهاردة في المؤشر ان هو المؤشر ده بتكون من جزئين. في او بيتكون من المتوسطين متحركين قصيين. وعلى اساس المتوسطين المتحركين دول احنا بنقدر نحدد او نقدر نستخرج الاشارات بتاعتنا اللي نقدر ندخل عليها سواء بالشراء او سواء بالبيع. في مؤشرين دول هما بينقسم في مؤشر منهم سريع ومؤشر بطيء. المؤشر السريع ده بيتكون من الاعدادات الافتراضية بتاعته. هنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي بس انا هقول بشكل بشكل مختصر ان في متوسط متحرك اه قسي طويل المدى او طويل ده بيبقى المدى بتاعه ستة وعشرين. وفي القصير بيبقى المدى بتاعه اتناشر. واحنا من خلال تقاطع المؤشرين دول بيدينا المؤشر المجد. وفيه تاني اه يعني بنعتبره من اما متوسطات متحركة لكن احنا بندمجهم في مؤشر واحد. تاني حاجة هنتكلم يعني ايه متوسط متحرك قسي. لان المتوسطات المتحركة اللي حضر المحاضرة الاخيرة مع السود رائد اه كان فيه محاضرة متفسر يعني ايه المتوسطات المتحركة. وبتفسر الفرق ما بين المتوسط المتحرك القسي والمتوسط المتحرك البسيط. وفيه انواع تانية كتيرة من المتوسطات المتحرك. احنا بس النهاردة هنتكلم عن نوعين منهم وهنفرق ما بينهم اللي احنا هنقدر نستخدمهم النهاردة في مؤشر المجد. المتوسط المتحرك القسي ده اللي احنا بنطلق عليه الاي اي ام اي. ده بيمكن اعتباره على انه متوسط متحرك بياخد الوزن النسبي بتاعه بشكل قصي يعني لي معادلة بشكل قصي انها بتعتمد على فترة التداول المأخوزة في الحساب بداية من الفترة الحالية وبتقلل الحساب بتاعها وبتدي مزيد من الاهتمام لايه لاخر الاسعار او الاسعار اقرب اسعار موجودة او اخر اسعار ظهارة طبعا هي معادلة رياضية مش هتفيدك بحاجة من انت تعرفها بس انا بقول لك الفكرة العامة يعني ايه متوسط متحرك قص وهندي برضو في عندنا متوسط المتحرك البسيط اللي هو السيمبل الموميج افريج اللي بنختصر الاقتصار بتاعه الاس ام اي وده بيدي وزن لسبي اكبر بس لاخر الاسعار وعلى حسب الفترة اللي انت بتستخدمها يعني المتوسط المتحركة فيكو اللي مش عارف يعني متوسط متحرك ده مؤشر من المؤشرات بنستخدمها على حسب الفريم الزمن اللي بنستخدمه بنحط الرقم بتاعه ممكن نستخدم على عشرة عشر دقايق ربع ساعة وكذلك ليه رقم معين بنستخدمه احنا هنفسر ده دلوقتي بشكل برضو مختصر لان محاضرتنا النهاردة بنتكلم اكتر على مؤشر الماجد مش المتوسطات المتحركة طيب خلينا نتنقل السلايد اللي بعد كده وهنتكلم عن مكونات مؤشر الماجد مؤشر الماجد زي ما اتفقنا ان احنا بنستخدمه استخدم مؤشر الماجد مع المتوسطات المتحركة فيه الطويل ده اللي هو نسبته هتبقى 26 exponential moving average تامًا كده الصوت رجع تاني. تمام. اه انا بعتزر لكم عن مشكلة تقطيع الصوت بس لو فيه اي مشكلة في التقطيع بس اكتبوا ان الصوت في مشكلة وانا بوقف الشرح. طيب احنا هنا تكلمنا عن استخدامين المكونات المؤشر زي ما اتفقنا ان المتوسط المتحرك الاولاني هيكون ستة وعشرين متوسط المتحرك التاني اتناشر. تالت او تالت مكون من مكونات المؤشر هو حصل الفرم بين المتوسطين دول وبنسميه ده بنسميه خط الماجد. دلوقتي احنا هنطبق بالتطبيق العمل ازاي ونقدر نستخرج كل الكلام النظر اللي انا بشرحه بس انا بفاهمك نظر الاول بحيس ان انت التطبيق العاملة تبقى فاهم انا بطبق ايه. اخر حاجة اخيرا المتحرك القس اللي هو حصل الفرم بين المتوسطين السريع والبطيء اللي هو بنسميه خط الماجد وده بيسميه خط الاشارة او ده خط الاشارة اللي بيساعدنا على استخراج الاشارة بعد كده او اشارة الدخول ازاي نقدر ندخل الفرص. طيب قبل ما ندخل على سلايد ده خلينا نتكلم. دلوقتي انت عندك برنامج الامتي فور كده ظاهر قدامك. تمام? طيب احنا ازاي? هنستخرج مؤشر المجد ونحطه على الشارت. اول حاجة بندخل على انسر بعد كده انديكاتورز. عندنا بعد كده يزهرنا اختيارين او ممكن من خلال حتين نقدر نستخرج مؤشر المجد منهم. اول حاجة الاسكللاتور. نقدر نستخدم منه او نقدر نستخرج المجد من هنا. ونقدر نستخرج من الكاثتم برضو. هيبقى موجود معانا الام اي سي دي. خلي بالك الماجد فيه ناس بتسميه الماجد دي وفيه بتسميه الماجد. يعني اه على حسب المسمة او الاتنين واحد. تمام? فخلينا نستخدمه من هنا في. دي الاعدادات الافتراضية اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية او الاعدادات بتاعته. ان الفاست اي ام اي ده الفاست السريع او المؤشر السريع المتواصل من تحرك القص السريع. هيكون متكون من اتناشر. وفيه البطيق هيكون متكون من ستة وعشرين. والخط الاشارة بنكون تسميه التسعة. هنا هندوس اوكي. طبعا فيه ناس بتغير في الاعدادات دي بس ده مش موضوعنا النهر ده احنا هنتكلم عن شرح المؤشر. وتغيير الاعدادات دي بتبقى في طرق واستراتيجيات تانية مختلفة. بيزهر لك خط او مؤشر الماجد بالطريقة اللي زهرة قدامنا. زي ما اتفقنا ان الخط اللي ظاهر او الاشارات دي هي دي حاصل الفرق ما بين او الاتناشر ستة وعشرين وتسعة وتسعة دي بتبقى خطوط السيجنال بتاعتها. وده خط الماج نفسه او خط الاشارة وده الخط السفر اللي بنقدر نشرح عليه او نقدر نقول ان فيه اشارة دخول او اشارة خروج. طيب. خلينا نتكلم. هنا المعادلات بتاعت اه مؤشر الماجد نفسها. في عندنا خط الماجد اللي احنا آآ شاورنا عليه اللي هو بيبقى بالشكل اللي قدامكم ده. ده خط الماجد اللي هو باللون الاحمر. وده بيبقى المعادلة بتاعته الموفينج افريج اتناشر نقص موفينج افريج ستة وعشرين التقاطع بتاعهم. هو بيدينا خط الماجد او خط الاشارة. وفي عندنا خط الاتجاه اللي هو بنسميه الموفينج افريج القس او المطاوسط المتحرك القس التسعة اللي هو الماجد لين. وفي عندنا التباعد او الاختلاف اللي هو بيدينا المعادلة بتاعته خط الماجد او الفرق ما بين خط الماجد وخط الاتجاه. خلينا نشرح موضوع برضو التقطع الموفينج افريج ما بين ستة وعشان احنا هنتكلم هنا. عايزين نجرب اه ان انا ههطي المتوسط المتحرك كمتوسط متحرك مؤشر منفصل عن عن المؤشر بتاع الماج نفسه. هنا آآ بعد كده هنستخدم موفينج افريج. تمام? احنا كده هنستخدم موفينج افريج. احنا قلنا اتناشر. ويبقى يكسبون انشال اتناشر. بلون وليكن الازرق. وهنختار موفينج افريج ستة وعشرين. وهنغير اللون بتاعه نخليه مثلا ال الاحمر. طيب خلينا هنا نبص. شوف هنا التقاطع حصل فين? تمام? انت لو جيت هنا تقاطع خط الماجد زي ما قلنا او خط الماجد او بتاع خط الاشارة. لما بيجي قطع خط الصفر هنا بتلاقيه زي ما قطع الموفينج افريج الصغير قطع الكبير اللي هنا ايه? اللي احنا حطيناهم بشكل منفصل على انا هنا عايز افصر لك فكرة مؤشر الماجد دي جات منين? ان هو جزء منه بيعتمد على تقاطع متوسطين متحركين. تمام? هنا برضو خلينا نبص هنا التقاطع. اول ما حصل تقاطع هنا تقاطع سلبي او اشارة بيع. من اشارات البيع اللي ظهرت. ظهرت لنا هنا. من المؤشر او خط خط الماجد نفسه قطع خط الزيلولاين. ودينا اشارة بيع من على المؤشر نفسه. دي من احنا هنتكلم دلوقتي زي استخداماته. بس انا بفصر لك جزئية جزء من اجزاء مؤشر المجد بشكل منفصل عن المؤشر نفسه. خلينا نرجع للسلايد نتكلم على نقطة تانية مهمة. هنتكلم على استخدامات المؤشر بشكل مفصل. اول حاجة هنجي نتكلم عليها اللي هي مناطق او زروة الشراء وزروة البيع. يعني ايه زروة الشراء وزروة البيع وازاي نقدر نستخدم مؤشر المجد في انه هو يحدد لنا مناطق الشراء ومناطق البيع او مناطق الزروة للشراء والبيع. منطقة زروة الشراء الشراء دي معناها ان الاسعار سجلت ارتفاع لفترة زمنية. وهنا في احتمالية ان الاسعار يا هتقف يا اما هتبتدي تعكس اتجاه. احنا هنا قلنا احتمالية ما فيش تأكيد. لان التأكيدات والاشارات بالتفصيل هنتكلم عليه. فمعنى ان مؤشر المجد. خلينا نشوف على الام تي فور تاني. معنى ان مؤشر الام اي سي دي يطلع او المجد يتحقق تفارات سعرية الاعلى. والسعر بيطلع ده مش معناها هنا انه خلاص بمجرد انه وصل. وبتدي يطلع وبتدي يطلع يا حاجة الارتفاعات ان كده خلاص هيعكس تجاهه. لأ انت ممكن تحدد غلط ان هنا مثلا لما وصل هنا في المنطقة دي اللي على شاشة. وكان الارتفاع هنا تتوقع ان ده منطقة زروة شراء. لأ ده مش صحيح. هو هنا فيه احتمالية لكن الاشارة لسه ما جاتش. وده اللي هنتكلم عليه كمان شوية ان ازاي اخد الاشارة بقى صحيحة. انا بتكلم على الاحتمالية بتاعت ان فيه ابتدي اخد بالي ان هو لا هيحصل انعكاس. تمام? طيب. خلينا نتكلم تاني عن زروة الشراء وزروة البيع. كده احنا قلنا زروة الشراء ان فيه ان الاسعار حققت ارتفاعات لفترة زمنية طويلة. وهنا فيه احتمالية ان السعر اياها يقف يا اما هيبتدي يعكس اتجاه. وبالعكس منطقة البيع ان الاسعار سجلت انخفاضات لفترة زمنية طويلة. ومنها بنقول احتمالية برضو ان السعر يقف او يرجع يحقق صعود مرة تانية. طيب. هنا احنا ممكن نحسب منطقة زروة او منطقة او زروة اشتراق او زروة البيع بطريقة تانية. ممكن نقدر نحقق نحققها من خلال مؤشر الماجد نفسه. واحنا هنا بين خلال المتابعة بتاعت المؤشر. هنشوف ان اكتر منطقة اه بيرجع منها او منطقة تعتبر منطقة مقاومة بيوصل لها المؤشر ويرجع منها السعر تاني. دي ممكن تكون فيها احتماليا منطقة زروة اشتراق والبيع. بمعنى خلينا نفتح الامتي فور تاني هنا. خلينا نقول هنا مثلا. المؤشر حقق قمة مثلا. تمام? طيب. هنا جي المؤشر يحقق مستوى قمة اعلى. ترجمة نانسي قنقر تمام? الصوت كده رجع مرة تانية. انا باخد بالي لما بالصوت بيقف انا بشوف الكومنتات بتاعتك وبتظهر لي. تمام? كده الصوت رجع مرة تاني. هنا زي ما اتفقنا ان ان انت ازاي تقدر تحدد من منطقة او من مناطق او زروة الشراء او زروة البيع ان انت بتلاقي ان المؤشر نفسه من خلال ان هو بيبتدي ما بيحققش تفرط او او ما بيحققش قمة اعلى من اللي قبلها. فانا انت تتوقع برضو كل ده احتمالية ان السعر يبتدي يعكس اتجاه. طيب. خلينا نكمل تاني. المنطقة التي كلما انخفض اليها المؤشر صعدة مرة اخرى. والمنطقة التي كلما صعدة اليها المؤشر انخفض مرة اخرى. هذه هي المناطق زروة الشراء وزروة البيع. ونرى انها كانت متزامنة مع انعكاسات في اتجاه المؤشر وفي نفس الوقت في اتجاه حركة السعر. فدي اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي ان انت برضو من المناطق اللي اللي بيرجع منها المؤشر مرة تانية. دي تتوقع منها انها هيحصل فيها انعكاس للسعر. طيب. زي ما اتفقنا. هنا هنا في الشرط برضو اللي قدامنا. بيقول نفس الفكرة. ان المنطقة اللي وصل اليها المؤشر اكتر من مرة. هنا ما حاولش ان هو ينزل او يحقق هبوط اقل من اللي قبله. هنا بتدى برضو السعر يعكس اتجاهه. طبعا احنا بنتكلم بشكل بسيط جدا. كمان شوية هنشرح بالتفصيل اكتر اهم المناطق اللي انت تقدر تتوقع عليها انعكاس للسعر بشكل فعلي. وهنا العكس في منطقة بيع. ان المؤشر ما قدرش يحقق اقمة اعلى من اللي قبلها. وابتدى يعكس الاتجاه بتاعه. طيب. خلينا بقى نتكلم على اهم 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 استخدام من وجهة نظري لمؤشر المجد. وهو الانفراجات او الانحراف المؤشر. او اسمه ديفيرجنس. طيب ايه فكرة الانفراج او الانحراف سواء كان ايجابي او سواء كان سلبي? الانفراج الايجابي بمعناه ان العملة او السهم او المنتج اللي انت شغل عليه ايا كان. يحقق قيعان اقل. يحقق قيعان اقل. لكن لما بتبص على المؤشر المجدي بتلاقيه انه بيحقق قاع اعلى من اللي قبله. هنعيد تاني بالراحة. هنجيب الالم. هنا هنتكلم نقول تاني. هنفترض ان الصورة الاولانية دي صورة المنتج او السهم او او المؤشر ايا كان انت شغال في انهي سوق مال. تمام? ده بمجرد ما بيحقق قيعان اقل. ده المفروض ان دي اشارة سلبية وان السعر هيبتدي يعكس اتجاه. طيب. هنا مؤشر المجدي بيديك ايه? بيديك قاع اعلى. قاع اعلى من اللي قبله. احنا هنا على طول بنقول ان ده اسمه انفراج ايجابي. انفراج ايجابي يعني ايه? يعني المؤشر بينبهنا ان الاسعار لما على الرغم ان هي حالة قيعان اقل ان المؤشر بيقولك لا ده في قوة في السعر في المستقل احتمالية برضو. يعني كل ده احتمالية. طيب امتداء هنيجي نطبق ده بشكل عملي اكتر. خلينا نتكلم على الانفراج الايجابي اللي هنا. خلينا نشوف هنا اللي حصل بالزبط ان هنا السعر حقق قاع. تمام? وجه حقق قاع تاني اقل منه. تمام? لو جينا بصينا على مؤشر المجد ايه اللي حصل فيه? هتجي نبص هنا لو جينا قسنا على نفس القاع ده هنلاقيه هنا محقق قاع. لكن على الرغم ان الاسعار حققت قاع اقل الا ان المؤشر هنا حقق قاع اعلى من اللي قابله. الفكرة دي او النقطة دي احنا هنا بنسميها ايه? بنسميها انفراج ايجابي. او انحراف ايجابي. هنا بيديك تنبيه على طول ان انت تخلي بالك ان فيه فرصة شيرة جاية. بمجرد ما الاسعار هنا تخطت خط سفر او خط سيجنال الماجد قطع خط الزيرو لاين وتخطها الفوق كان السعر حقق تفرد صعود بعد كده. طيب خلينا نشوف انفراج ايجابي تاني. طب هل الانفراج الاجابي ده ممكن يحصل لما ان السعر يحقق قاع اقل بس? لا فيه حاجة كمان. انت ممكن السعر يحقق نفس مستوى القاع هنا الاسعار حققت نفس مستوى القيعان هنا قاع وهنا قاع عند نفس المستوى تقريبا. الى ان المؤشر حقق قاع والقاع اللي اللي بعده كان اعلى منه. فهنا برضو بيديك تنبيه ان الاشارة اللي جاية هي اشارة شراء ان الاسعار هتبتدي تعكس الاتجاه بتاعها الهابط لاتجاه صعيد. تمام? النقطة دي واضحة مهمة جدا او حد يعني ان الناس او اغلب المتداولين المبتدئين هيتوقعنوا طالما ان السعر بيحقق قاع اقل. فده شيء سلبي على على الاسعار وان المتوقعين ان يكمل لمستويات منقفضة اكتر. لكن انت هنا لو انت دارس او دارس الانحراف الايجابي او السلبي. هنا انت عليك نظرة تانية للسعر على الرغم ان هو بيحقق قاع اقل لكن انت بنظرتك لمؤشر المجد لما بتلاقيه بيحقق قاع اعلى من القاع اللي قبله انت هنا لا ما بتبصش للسوق او ما بتبصش للمنتج اللي انت شغال عليه بشكل سلبي انت متوقع ليه يحصل انعكاس للسعر زي ما اتفقنا ان هنا اشارة الدخول ممكن تقول بتقطع مخط المجد الاحمر ده مع الزيلولاين بالتخطي الاعلى دي تتبقى اشارة شارع طيب. احنا هنا تكلمنا عن الانفراج الاجابي. خلينا نتكلم على الانفراج السلبي. هي هي نفس الفكرة بس معكوسة. بمعنى هنا هتلاقي العملة او السهم او المنتج اللي انت شغال عليه بيحقق قمة اعلى من قمة. يعني ادي قمة هنا وحقق قمة اعلى منها. فده المفروض او اي حد مبتدئ يقول ده شيء ايجابي ان المشتريين بيعضوا المقاومة فده طبيعي. في الاسعار هتطلع وهتحقق تفارات سعرية اعلى. لكن هنت بنظرك هنا المؤشر المجدي هتلما تلاقيه انه ما اقدرش يحقق قمة اعلى من القمة اللي قبلها دي بتبقى اشارة سلبية. اشارة سلبية مش اني ابيع على طول عشان النقطة دي مهمة. مش بمجرد ما بشوف الانحراف سواء كان ايجابي او سلبي اقدر ادخل على طول معاه. لأ انت لازم تكون فيه اشارة تأكيد. طيب الانفراج السلبي هنا لما يحصل انحراف ان المؤشر المجد ما مقدرش يعمل قمة اعلى. على الرغم ان الاسعار حققت قمة اعلى ده بيبقى اسمه انفراج سلبي. خلينا برضو نشوف تطبيقه هنا على الشرط اللي بيحصل ايه بالزبط. هنا خلينا نبص اللي حصل ان الاسعار تخطت المقاومة دي. اخر قمة تكونت. وحققت قمة هنا. تمام? بعد كده الاسعار حصل لها تراجع. وبعد كده لما جاه تخطت المقاومة دي المرة تانية. هنا هي تخطت المقاومة دي. طيب تعالنا هنا بقى نبص على مؤشر المجد هنا حصل ايه? هنا في اول مقاومة حقق قمة هنا. تمام? ولما حقق قمة اعلى من اللي قبلها هنا ما حصلش ارتفاع لمؤشر المجد. ده زي ما قلنا زي ما شرحناه في المستوى الاولاني او الجزء الاولاني وكان مبسط شوية ان احنا قلنا ممكن مؤشر المجد لما بيقدرش يعد المقاومة اللي قبلها في احتمالية لانعكاس السعر اللي احنا قلنا عليه زروة الشراء وزروة البيع. هنا بيحصل في زروة شراء انت على طول بتاخد في بلك ان في هنا زروة شراء تكونت بمجرد ان المؤشر المجد مقدرش يحقق قمة اعلى. طيب. طب تخيل بقى ان السعر حقق سعر اعلى من السعر من القمة اللي قبلها والمؤشر حقق قمة اقل. فده بيديك احتمالية اكبر لانعكاس السعر. طب انت ادخل به على طول. انت تدخل به على طول بمؤشر بمجرد ان الزيلولاين بمجرد ان خط المجد قطع الزيلولاين لتحت وفعلا حصل فيه هبوط كبير مرة واحدة للسعر. تمام? وعلى الرغم ان حصل فيه تصحيحة شكرا تمام? الصوت كده اتزابط تاني. بعتذلك عن مشكلة الصوت. هنجي نتكلم دلوقتي على تطبيق عملي. على خلينا نشيل كل الاشياء اللي على الشارت. طيب احنا عايزين نشوف تطبيق اه او اه انفراج ايجابي وانفراج سلبي على المؤشر. خلينا نبص هنا ايه اللي حصل? هنا السعر حقق قاع مستوى قاع. وحقق مستوى قاع اقل منه. تمام? ده قاع اقل من قاع اللي قبله. طيب. لما نيجي نبص على مؤشر الماجدي ايه اللي حصل فيه? هنا لا. حقق تقريبا تقريبا نفس المستوى القاع او اعلى منه شيء بسيط جدا. فدي اشارة او مش اشارة هنقول احتمالية. انت كده بمجرد ما بتشوف ده بيتقول فيه احتمالية لانعكاس السعر. طيب. امتى فعلا ادخل? زي ما اتفقنا. بمجرد حصل تقاطع لخط هنا. خط المجد المتوسط السفر. انت ممكن تبتدي تدخل شراء. وده فعلا اللي حصل ان مستويات الاسعار حقق التفرط سعرية او تفرط سعرية كبيرة بعد الانفراج ده اللي حصل. طيب. خلينا نشوف انفراج سلبي. سلبي. طيب خلينا نشوف هنا ايه اللي حصل. هنا الاسعار. حققت قمة. بعد كده. حققت قمة اعلى. تمام? فانت هنا متوقع او المفروض علشان تبقى مفيش اي مشكلة بالنسبة للشاري انه يكون هنا المؤشر ما هي قمة اعلى. لكن لو جيت بصيت شفت ايه اللي حصل. لا ده هنا. في انفراج سلبي قوي. حصل ان السعر حقق قمة عالية اعلى من اللي قبلها. لكن لما تجي تبص للمؤشر المادي ايه اللي حصل فيه. لا ده حقق قمة اقل من اللي قبلها بكتير جدا. هنا على طول اول ما بتشوف المنظر ده. انت فيه احتمالية كبيرة لانعكاس السعر التاح. وده فعلا اللي حصل. من مستويات الاسعار لمستويات التلاتة وعشرين عشرين. حصل فيه بوض حوالي مية وخمسين نقطة. حنتكلم على الدخول بشكل. الدخول بشكل فعلي انت دخلت من فين بيع? دخلت من مستويات هنا. مستويات بيع. وفعلا حصل فيه تراجع. وعلى الرغم ان المؤشر المؤشر السعر ببتود يطلع. لان برضو المؤشر ما بحققش قمم اعلى. دي فكرة الانحراف الايجابي والانحراف السلبي. عايزين نشوف برضو. فرصة تانية كان فيها انفراج ايجابي وانفراج سلبي. تمام? هنيجي نشوف مثلا المسال ده. هنا الاسعار حققت قاع. تمام? وبعد كده حققت قاع اقل منه بعدها فترة. فطبيعي ان انا اشوف ان المؤشر هنا حققي عن اقل. لكن لو جيت بسيت للمؤشر هتلاقيه. حقق تقريبا قاع اعلى من القاع اللي قبله. فدي كان احتمالية ان الاسعار ترجع يحصل فيه صعود. وفعلا ده اللي حصل بمجرد اختراك زيلولاين هنا. حصل فيه ارتفاع للسعار بحوالي 100 نقطة. دي استخدام او ده استخدام من استخدامات مؤشر المجدي. او من استخدامات المهمة جدا للمؤشر واللي هتقدر تستفيد آآ منها بشكل كبير. خلينا نشوف. بعد كده او استخدامات تانية. دي برضو تكلمني عليها ان هي تحت التقاطع خط المجدي مع خط الصفر ان دي تعتبر يعتبر من استخدامات المؤشر لوحدها تقدر تستخدمها لما يحصل تقاطع هنا. لخط الزيلولاين بتقدر هنا دي بتبقى فرصة شراء سواء كان التقاطع لفوق ولو كان التقاطع لتحت دي بتبقى برضو فرصة بيع. هنا ممكن تكلم بشكل عمل اكتر عشان افصر لكم. هنتستخدم مؤشر المجدي هنا. تمام. هنا بنتكلم انت ممكن تقدر تستخدم اشارات المجدي. مش شرط بس كمان خط زيرولا. انت كمان ممكن تستخدم الاعمدة دي كاشارة لما السعر يبتدي يكسرها لتحت دي بتبقى اشارة بيع. بمعنى شفت هنا الخط المجدي باللون الاحمر لما بيحصل تقاطع هنا تقاطع لتحت فانت هنا في اشارة تعتبر اشارة بدائية او اشارة مبدائية لانعكاس الاسعار اللي تحت ان كان في مستوى او زروة بيع. هنا نقدر نتخدم من دي كمان ممكن تبقى اشارة بيع بسيطة تقدر تدخل عليها. وفعلا السعر ابتدى يتحرك في حركة عربية وحصل فيه هبوط لفترة تقريبا الهبوط حصل حوالي خمسين نقطة او حوالي ستين نقطة كمان. بيعصل التأكيد الاقوى لما خط المجدي بيقطع خط الزيرو لاين لتحت دي بتبقى الاشارة بتبقى اقوى. دي كلها اشارات. طبعا الاشارات احنا زي ما اتفقنا ان الكل ما كان فيه اشارات اقوى بتبقى بالانحراف الايجابي او السلبي. وده انحرافات بداية تقدر تستخدمها مع مؤشرات تانية. وده هنتكلم على في اخر المحاضرة النهاردة ان انت تقدر تستخدم المجدي كوسيلة مساعدة لك في الاشارات بتاعته بمؤشرات تانية هيديك استراتيجية قوية. بس احنا بنتكلم على الاشارات بتاعته كلها ودرجة القوة والضعف بتاعتها ده بقى انت بتقدر من من خلال تداولاتك هتقدر تفهمه بشكل اكبر. هنا برضو حصل تقاطع مبدئي لما كان السعر هنا. هنا نعمل زوم اكثر عشان نبين. طيب. هنا كان في مستوى صعود عادي. وكان ايه ده فرصة شراء. والسعر حقق ارتفاعات. لكن هنا ايه اللي حصل؟ هنا حصل تقاطع ان الاعمدة بتدت تنزل اقل من خط المجدي نفسه. فكانت فرصة مبدئية للبيع. تأكيد البيع حصل بان المؤشر كسر خط صفر لتحت. فدي كانت فرصة اقوى للبيع مرة تانية. وفعلا بعدها حصل تراجع كبير للسعر بعد كده. دي برضو من احد استخدامات المؤشر اللي ممكن تقدر تستخدمها. خلينا نتكلم على الاستخدامات اللي بعد كده. طب خلينا نتكلم على العيوب بتاعت المؤشر. وهنتكلم في الاخر على الاستراتيجية. اللي انا بقولك عليها تقدر تستخدم المؤشر بدمجه مع مؤشرات تانية. اهم عيب او من عيوب مؤشر المجد اللي انت تخلي بالك منها اثناء تداولاتك. ان انت لا يمكن استخدامه في اثناء الاتجاهات المفاجئة والمعترضة بسرعة. بمعنى ان لو في حركة قوية جدا خصلت لخبر النا على السعر. انت هنا ممكن يفضل ما تستخدمش المجد كأنه هو اشارة لوحده. تقدر تستخدم علينا ده بيبقى حدس عارض في السعر. ممكن يحصل الارتفاع ده كله وينزل مرة تانية. نظرا لان مكوناته من المتوسطات المتحركة وكما هو معلوم ان المتوسطات المتحركة تعتبر من المؤشرات التابعة للاتجاه. يعني يجب هنا يكون هناك في اتجاه فيه اتجاه اصل عشان اقدر استخدم المؤشرات. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هنا هنتكلم على العيوب المؤشر زي ما احنا اتفقنا ان مؤشر المجد بيعتمد على متوسطات متحركة. احنا هنا عارفين ان المتوسطات المتحركة هي تابعة للسعر. طيب. يبقى من اهم حاجة تخلي بالك منها وانت شغال بمؤشر المجد ان لازم تشوف اتجاه واضح للسعر. لو ما كانش فيه اتجاه واضح للسعر الفترة انت هنا ممكن يكون الاشارات المستخدمة كلها اشارات غلط. بمعنى لو فيه حدث عارض حصل قد الى ارتفاع السعر او في اتجاه مرة واحدة اه في اتجاه صاعد او اتجاه هابط. انت هنا ممكن تكون الاشارة في الاغلب مش صحيحة. لان احنا زي ما اتفاقيا قلنا ان هو بيعتمد على متوسطات متحركة. والمتوسطات المتحركة هي بتعتمد بشكل اساسي على حركة السعر. فبتبقى تاب عليه. عشان كده دايما بنقول ان افضل الاشارات اللي انت اتخذها من المؤشر لما يكون فيه اتجاه واضح للسعر. تاني حاجة هنتكلم عليها ان في بعض الاحيان ان المؤشر المجد ما بيديش اشارات واضحة. لانه بيصير السعر بيبتدي يتحرك لفترة في اتجاه عرضي سواء في منطقة صعود او منطقة هبوط. هنا انت ممكن اللي يساعدك حاجتين. لو فيه حصل عندك انحراف سلبي تكون قمم كتيرة جنب بعضها لكن المؤشر بيدي قمم اقل. انت هنا بتتوقع على طول ان دي زروة زروة شراء. والعكس لو بيحقق المؤشر او عفوا السعر بيحقق قيعان تقريبا متساوية. لكن السعر بيحقق قيعان اعلى. فهنا دي ممكن تبقى انحراف ايجابي. فدي تبقى اشارة لانعكاس السعر الاعلى. او في الحالة التانية اللي احنا قلنا عليها ان انت تقدر هنا تستخدم اشارات تانية مع مؤشر المجدي. ان هو يساعدك في فرص الشراء او البيع ما تعتمدش عليه لوحده. خلينا نتكلم على استراتيجية تانية او استراتيجية هتساعدك او هتستقدر تستخدم مؤشر المجدي احد المكونات بتاعت مكونات الاستراتيجية نفسها. وهتساعدك على استخراج فرص بشكل اقوى. طب الطريقة دي المؤشرات اللي احنا بنستخدمها اول حاجة مؤشر المجدي بالاعدادات الافتراضية بتاعته. تانية حاجة هنستخدم متغسطات متحركة موفينج افريج تلاتة وطمانتاشر. وهنستخدم مؤشر الار اس اي باعداداته الافتراضية اربعتاشر. خلينا نطلع الاول المؤشرات دي على الشارت عندنا. خلاص اول حاجة موجودة. مؤشر المجدي موجودة عندنا. في عندنا تاني مؤشر. وده هيبقى موجود برضو في الاوسيليتور. اول حاجة. وده هنستخدمه باعداداته الافتراضية. بس هنحدد فيه مستوى خمسين وده بنحدده يدوي. هقول لكم ليه حددنا مستوى خمسين تاني لان هو من احد الاشارات اللي موجود معنا. بعد كده هنستخدم موفينج افريج. هنا احنا قلنا موفينج افريج تلاتة. باللون الاحمر وطمنتاشر باللون الازرق. تلاتة هيبقى اكسبون انتشال برضو. باللون الاحمر. وهنختار تمنتاشر باللون الازرق. خلينا ندي اه وضوح اكتر للمؤشرات بحيس انها تبقى ظاهرة لكم. طيب احنا كده حطينا كل المؤشرات على امتي فور عايزين نشوف فرصة الشارع امتى وفرصة البيع امتى. طيب خلينا بالوقت هنا بيقولك اشارة الشارع عنده تقاطع متوسط تلاتة لمتوسط تمنتاشر لاعلى. وبنفس اللحظة اللي هيحصل فيها التقاطع للمتوسطين المتحركين. وبنفس اللحظة ان مؤشر الـ MACD مؤشر المجدي اعلى من خط الصفر. بالاضافة الى ان مؤشر الـ RSI هيكون اعلى من مستوى خمسين. نقول تاني احنا عندنا تلات مؤشرات مؤشر المجدي مؤشر الـ RSI وهنستخدم مؤشرين من المتوسطات المتحركة. اول حاجة او لازم التلاتة شروط تبقى ظاهرة قدامنا او مدينا صح شرط الشرع عشان ندخل فرصة شرع لازم تبقى فيه تلاتة شروط متكونين. اول شرط متوسط تلاتة بيقطع متوسط 18 لفوق. وفي نفس اللحظة مؤشر المجدي اعلى من خط الصفر وثالث اشارة او ثالث شرط ان مؤشر الـ RSI يبقى اعلى من مستوى خمسين. طيب خلينا نطبق ده بشكل تاني. نفتح خلينا نشوف هنا مثال انا كاتبه وبعد كده هنفتح نطبق عملي ونشوف اشارة شرع. هنا ايه اللي حصل? هنبص على اول شرط ان فعلا حصل تقاطع هنا لمؤشر متوسط المتحرك تلاتة وثمانتاشر. تاني حاجة هبص على مؤشر الـ RSI هو اعلى من مستوى خمسين في نفس الوقت. تالت شرط تتكون عندي ان يبقى خط المجدي فوق مستوى الزيرو لايند. وهنا لما الثلاث شروط دول هيشترط او الثلاث الثلاث الشروط تنفزه في وقت واحد. هنا انت بتتوقع ان فيه فرصة شرع قوية وده فعلا اللي حصل. والسعر حق تفرض سعر. يعني السعر نفسه حق صعود. طيب خلينا نشوف الكلام ده على تطبيقه. على الامتي فور في فرصة تانية. خلينا نشوف هنا مثلا ده. اليورو دولار شرط اليورو دولار. هنا فيه تقاطع حصل فعلا شرع على. متوسط متحرك تلاتة قطع متوسط متحرك تمنتاشر لاعلى. وهنا حصل طاقته اعلى الخط الماجد. خطة قطعت زي خط ستيلولاين لاعلى. وهنا لو بصينا على الار اس اي هنلاقيه فوق مستوى خمسين. لو جينا بصينا هنا شوفنا. هتلاقي فعلا فيه صعود قوي حصل لليورو دولار بعدها. حوالي امتين وتسعين نقطة بشكل متسارع كمان. فدي فرصة شرع قوية. زي ما اتفقنا ان لازم التلات شروط يكونوا في نفس الوقت متكونين. لان انت هتلاقي بعض شروط بتتكون لكن الباقي لا. ولكن هنا مثلا التقاطع ده. هنا فرصة شرع مثلا. لكن انت لو بصيت على التقطعات هنا اه فرصة شرع ان المتوسطات تحركت. لكن لو جيت بصيتها على الار اس اي هتلاقيه هو فعلا عند مستوى خمسين. ومستوى الزيلولاين تاني الماجد برضو عند نفس المستوى. ومحققش التلات شروط مجتمعين. عشان اقدر ادخل شرع. طيب هنتكلم على عكس الاشارات التلاتة دول في فرصة البيع. ايه اللي هيحصل؟ اشارة البيع هيكون تقاطع متوسط تلاتة اللي هو باللون الاحمر. هيقطع متوسط تمنتاشر اللي هو باللون الازرق. لاسفل هيبقى التقاطع لتحت. وفي نفس اللحزة مؤشر الماجد هيكون اسفل خط الزيرو. تحصيل ال茶. شكرا للمشاهدة هنتكلم على حاجة مهمة وهي اشارة الخروج من الصفقة احنا هنا قلنا اشارة الشراء وقلنا اشارة البيع هي عكس الشروط لاشارة الشراء هنتكلم على اشارة اغلاق الصفقة خلينا نتكلم على نفس الصفقة اللي احنا دخلنا فيها هنا اشارة الخروج منها ما باستناش ان التلات اشارات يتكونوا العكس لا انا بس باستنى ان يحصل تقاطع سلبي للمؤشر السريع للمؤشر البطيه مؤشر اللي هو تلاتة المؤشر تمنتاشر بيحصل فيه تقاطع اللي تحت انا هنا على طول بمجرد ما بيحصل تقاطع بقفل الصفقة بتاعتي ان انت لو جيت حسبت من هنا تقريبا حوالي امتين وتمانين نقطة من دخول الاغلاق بشكل فعلي في الصفقة دي طيب خلينا نشوف اه نتكلم على فرصة البيع فرصة البيع زي ما اتفقنا ان هيبقى عندك عكس اشارات الشهرة تقاطع المتوسط التلاتة اللي هو اللي بلون الاحمر المتوسط اللي بالتمنتاشر لبلون الازرع وهيبقى فيه مؤشر المجدي بيطع لاسفل لتخط زيلو ومؤشر او مؤشر للر اس اي هيكون اسفل مستوى الخمسين هنا هنيجي نطبق الكلام ده هنا واللي يكون هنتكلم على الفرصة دي هنا حصل تقاطع لمؤشرات الموفينج افردج لتحت متوسط متحرك تلاتة قطع متوسط متحرك تمانتاشر وفي نفس الوقت كان الار اس اي اسفل مستوى الخمسين وفي نفس الوقت كان مؤشر المجدي اسفل مستوى الزيلو او الزيلو لاين كان تحت لما بيجتمع التلاتة مع بعض مع والتقاطع هنا على طول بتوقع ان هيحصل فيه تراجع كبير للسعر خلينا هنا نبص تاني برضو في نفس الصفقة دي هنا قدر اقول لكم ان الفرصة دي فرصة مش صحيحة ليه هو فعلا هو هنا انا هقفل الصفقة دي طب هل انا اقفل الصفقة دي وادخل صفقة تانية لا انت بتقفل الصفقة هنا وتبص على الاشارات التانية هاية متكونة ولا لا طب هنا دي فرصة شراء بس فرصة شراء في اول شرط ان خط الموفينج افردج تلاتة قسر او اختخطة موفينج افردج تمامتاشر لاعلى طب تعالي بص على الشرطين الباقيين ان المؤشر الار اس اي لازم يبقى فوق خمسين لا هنا لما جئن في نفس الوقت حصلت تقاطع كان المؤشر تحت متوسط او مستوى خمسين فدي ما تبقاش اشارة ده اول شرط منهم او تاني شرط مش موجود ولو جيت بصيت على مؤشر الماج دي هتلاقيه برضو اسفل مستوى الزيرو لاين فده برضو ما تبقاش اشارة لانه مش موجود فزي ما اتفقنا علشان تقدر تاخد افضل نتائج لازم تيكون في اه الاشارات كلها مجتمعة او كل الشروط مجتمع سواء في الشرط او في البيع ما تعتمدش على اشارة واحدة بس من الموجودين وده برضو من استخدامات مؤشر الماجد اللي نقدر نستخدمها وندمجه مع مؤشرات تانية هتدينا نتائج افضل وبكده نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة هتمنى اكون قدرت اه ابسط لكم مؤشر الماجد واشرح لكم اه كيفية استخداماته والعيوب اللي انت هتحاول تبتعد عنها اثناء استخدامك ليه? اه لو اي حد عند اي سؤال يقدر يتفضل اسأله خصوصا شرحناه النهاردة. اي حد عند اي سؤال ممكن يقدر يتفضل اشرحه ويكتبه انا هحاول ان انا اجاوبه عليه بشكل مبسط. تمام. تمام. اه واضح ان الموضوع يعني واضح للجميع. تمام. خلاص انا بشكر اه حضورك النهاردة وان شاء الله القاقوا في محاضرات قادمة. هكون معاد محاضرتنا يوم الجمعة الجاي. يوم الخميس الجاي في نفس المعاد. هيكون عندنا محاضرة تانية واستراتيجية تانية. اتمنى ان الجميع يسجل فيها ويحضر معانا باذن الله. اه شكرا للحضور وتمنى ان اكون ادرت ابسط لكم محاضرة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة